اشتركوا في القناة نموز الثاني سوف ينزل قريبا على القناة نبدأ مع فرض اليوم الوضعية الاولى اجب بصحيح او خطأ ثم صحيح الخطأ ان وجد غاز ثناء الاكسجين يعكر رائق الكلس يعني كيتفعل مع بعضهم رح يتعكر رائق الكلس الاحتراق التام للفحوم الهيدروجينية في وجود دائم لثناء الاكسجين ينتج عنها بخار الماء والكربون يعني النوادج في هذه المعادلة أو في هذه التجربة هنا هما بخار الماء والكربون ويتوجد غاز الازوت لهو الانثنين في الهواء بنسبة حجمية قدرها تقريبا 20% رابعا خلال التحول الكيميائي تكون الكتلة محفوظة خامسا يكون غاز البوتان أو يتكون غاز البوتان من 4 ذرات كربون و10 ذرات هيدروجين وتكون صيغته الجزئية هي C3 أي 3 ذرات كربون و8 ذرات هيدروجين الوضعية الثانية قرأت في مجلة علمية أن غاز C4 يحترق بشكل مختلف بحسب كمية غاز الأكسجين المتوفر بحيث ألف يكون لهب أصفر في قلة الأكسجين وباء يكون لهب أزرق في وفرة الأكسجين واحد سمي الغاز الذي صيغته C4 وإلى أي عائلة ينتمي محددا نوع احتراقه في كل حالة يعني نحن نحدد نوع الاحتراق في الحالة ألف والحالة باء ثانيا حدد المواد الابتدائية والنهائية للتحولين بملء الجدولين التاليين عندنا هنا عبارة عن جدولين الجدول الأول اللي راح نعطيه فيه أو راح نكتبه فيه التحول ألف لهو عندما يكون لهب أصفر أو في قلة الأكسجين عندنا المتفاعلات عندنا بالأنواع الكيميائية عينيا وبالأفراد الكيميائية مجهريا والنواتج نفس الشيء عند التحول باع يكون لهب أزرق وهذا في وفرة الأكسجين نفس الشيء ونفس الجدول راح نعطيه المتفاعلات والنواتج عينيا ومجهريا ثالثاً عبر عن كل تحول بمعادلة كيميائية مهام وازنتها محدداً الحالة الفيزيائية يعني معادلة تحول ألف ومعادلة تحول باع راح نوازنوهم وراح نحددو الحالة الفيزيائية يعني سواء غاز أي غاز لكيد أي سائل ولا صليد أي صلب ولا محلول مائية رابعاً يستنتج العامل المؤثر على احتراق سأش أربعار هو غاز في هذه الحالة الوضعية الإدماجية أجرى جواد تجربة التحليل الكهربائي للماء فاستعمل من أجل ذلك الوسائل التالية مولد كهربائي أسلاك توصيل أمبوب اختبار وماء مقطر واحد أرسم خطة التركيب لإنجاز هذه التجربة التي قام بها جواد ثانياً بعد إنجاز التركيب بشكل صحيح لم يلاحظ جواد أي شيء يعني لم يحدث أي شيء في رأيك ماذا ينقص التجربة يعني وش هي الحاجة اللي يتنقص التجربة كيف يسمى هذا العنصر في التحول الكيميائي وثالثاً بعد أن حل المشكلة لاحظ انطلاق فقاعات غازية في كل من الأمبوبين ما هم الغازين المنطلقين وكيف نكشف عنهما رابعاً عبر عن تحول كيميائي الحادث مستعيناً بالجزول التالي الجزول التالي هو الجزول اللي نعرفوه عندنا مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعد التحول رح نعطيهم عيانياً ومجهرياً وخامساً عبر عن تفاعل الحادث بمعادلة كيميائية ثم وزنها نعطيه أو نعبره على هذا التفاعل الحادث بمعادلة كيميائية ومبعدها رح نوزنها الإجابة الوضعية الأولى أولاً غاز ثنائي الأكسجين يعني غاز ثنائي الأكسجين كي يتفاعل مع رائق الكيل صراحة يتعكر هنا رح نقوله خطأ ليس غاز الأكسجين ولكن غاز ثنائي أكسجين الكربون هو الذي يعكر رائق الكيلس ثانياً الاحتراق التام للفحوم الهايدروجينية في وجود دائم لثناء الأكسجين ينتج عنه بخار الماء والكربون هنا رح نقوله خطأ لأنه الاحتراق التام للفحوم الهايدروجينية في وجود دائم لثناء الأكسجين ينتج عنها غاز ثناء أكسيد الكربون وبخار الماء وليس ثناء أكسيد الكربون وبخار الماء ويتواجد غاز الأزوت في الهواء بنسبة حجمية قدرها تقريبا 20% خطأ يتواجد غاز الأزوت في الهواء بنسبة حجمية يعني نسبة قدرها تقريبا 80% وليس 20% الآن خلال التحول الكيميائي تكون الكتلة محفوظة صحيح دائما في التحول الكيميائي الكتلة تبقى نفسها يتكون غاز البوتان من أربع ذرات كربون وعشغ ذرات هيدروجين وتكون صيغته الجزئية هي C3 وH8 إحنا من قبل قلنا بالغاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون وعشرة هيدروجين إذن هنا في الصيغة الجزئية رح تكون C4 وH10 وليس C3 وH8 لأنه هنا ما يتغيرش في الصيغة الجزئية نتاعه إذن يتكون غاز البوتان من أربع ذرات كربون وعشرة ذرات هيدروجين نرمز لها بC4 وH10 الوضعية الثانية ألف يكون لهب أصفر في قلة الأكسجين وباء اللي يكون لهب أزرق في وفرة الأكسجين يعني يعدنا زوج حالات الحالة الأولى اللهب فيها أصفر والحالة الثانية اللهب فيها يكون أزرق واحد رح نسميه هذا الغاز من الصيغة الكيميائية دعنا C4 وإلى أي عائلة ينتمي قرنها ورح نحدده لها الاحتراق في كل حالة الحالة الأولى والحالة الثانية أولا الغاز الذي صيغته C4 هو غاز الميثان العائلة اللي ينتمي لها هي أكيد عائلة الفحوم الهيدروجينية لأنه يتكون من الكربون أو الفحمة والهايدروجين فقط إذن ينتمي لعائلة الفحوم الهايدروجينية محدد النوع احتراقه في كل حالة هنا الاحتراق تعوه هنا لاحظنا اللهب أصفر وهذا كان في قلة الأكسجين كي تكون عندنا نسبة الأكسجين قليلة واللهب بتاعنا يكون أصفر هنا نوع الاحتراق هو عبارة عن احتراق غير تام وفي الحالة الثانية في وفرة الأكسجين نلاحظ أن اللهب أزرق نوع الاحتراق هو احتراق تام نكمل الجتول ثانيا تحديد المواد الابتدائية والنهائية وإكمال الجتول هنا نكمل الجتول في الحالة الأولى يعني في حالة الاحتراق الغير تام عدنا أولا بالأنواع الكيميائية يعني نحن بتسعب المتفاعلات يعني المواد الابتدائية اللي بدينا بهم عدنا غاز الميثان تفاعل مع غاز سوني الأكسجين وش عطانا هنا في حالة الاحتراق الغير تام عطانا بخار الماء غاز سوني أكسيد الكربون الكربون وغاز أحادي أكسيد الكربون أما بالأفراد الكيميائية أي مجهريا الآن عدنا غاز الميثان اللي هو سي أش أربعة زايد غاز سوني الأكسجين اللي هو الأوثنين أعطاونا أش ثنين أو غاز اللي هو بخار الماء و سي أو ثنين غاز سوني أكسيد الكربون و سي أو وهو غاز أحادي أكسيد الكربون و سي اللي هو يمثلنا الكربون نلاحظوا هذا و كامل هذا و كامل عندنا الحالة الفيزيائية من تحم هي غاز هي عبارة عن غاز هنا حتقولوا لي عندنا الأش ثنين أو اللي هو عبارة عن الماء هنا في هذه الحالة تحديد نقولنا بخار الماء إذن نحن نعتبروه غاز نقولو هنا ج أي غاز أما السي هنا اللي هو الكربون هو عبارة عن سوليد سوليد أي صلب الآن التحول التام بالنسبة للتحول التام لدينا المتفاعلات غاز الميثان و غاز ثوني أكسيد نفس الشي النواتج الآن لدينا إثنان فقط لهما بخار الماء و غاز ثوني أكسيد الكربون إذن لدينا سي أش أربعة زائد الأوثنين والنواتج لدينا سي أثنين والأش ثنين أو الآن سوف نعبر عن تحول أو الاحتراق الغير التام بمعادلة كيميائية وسوف نوازنها إذن ها هي المعادلة متعنا الآن رح نحددو الحالة الفيزيائية يعني سواء غاز سواء محلول مائي سائل أو صلب عندنا هذو كامل عبارة عن غازات إلا عندنا السي هنا أو الكربون اللي هو عبارة عن صلب نحنط هنا S الآن راح نوازنها قلنا من قبل باللي النوع من تعذرات دايما يكون محفوظ يعني مستحيل نلقى ذرة أو نوع تعذرة هنا في النواتج ونوع تعذرة هذه ما كانش في المتفاعلات إذن ها هم كيف بنسبة الأنواع الذرة اللي عندنا عندنا الكربون الهايدروجين والأكسيجين عندنا أولا الكربون نحنبدأ بجزء المتفاعلات عندنا ذرة كربون أربعة ذرات هيدروجين وذرتي أكسيجين نروحу للجزء اللي بعده أو جزء النواتج هنا نحسب العدد تعد ذرات عندنا ثلث ذرات كربون ذرات هيدروجين وربعة ذرات أكسيجين عندنا الآن بالنسبة للنوات الذ отвеч الأولى راح نوازن العدد نتاع عندنا هنا ذرة كربون وهنا ثلث ذرات إذن سنزيد من هاذ الجهة الآن 1 فاش نضربه بشي يعطيني 3 الإجابة دائية أو العدد الي هنضرب فيه هو العدد الصوكيومتري إذن العدد الصوكيومتري هنا هو 3 ماهو العدد الصوكيومتري؟ العدد الصوكيومتري هو العدد الي جي قبل الجزئيه اللي حددنا علد من هاذ الجزئيه إذن عندي هنا 3 جزئيه 3, C, H, 4 الآن وزنا عدد ذرات الكربون نروحو للهيدروجين هنا بالنسبة للهيدروجين الجزء الأول لاحظوا هنا درنا ثلاثة يعني ثلاثة جزيئات غاز الميثان معناها هنا ثلاثة كذا ربناها في سي أو في ذرة كربون اعطتنا ثلاثة ذرات كربون الآن ثاني رح نضرب الآش هنا أو ذرات الهيدروجين إذن رح نضرب ثلاثة في أربعة وش رح تعطيني تعطيني إثنى عشر إذن من هذا الجهة لدينا إثنى عشر ذرة هيدروجين ومن هذه الجهة لدينا ذرتان إذن ش هي الجهة الأصار هي أكيد هذه إذن الآن عندنا إثنان فوش حنضربها بشتعطيني إثنى عشر وحنضربها في ستة ستة إذن هو العدد السوكيومتري نروح هنا الجزء يحتوي على هذا الذرة ولي على ذرة الهيدروجين نحط قدامه العدد السوكيومتري اللي هو ستة إذن ولدتلي إثنى عشر الآن وزنا الهيدروجين أو العدد ذرات الهيدروجين في كل من الجزء المتفاعلات وجزء النواتج الآن نحن نروح للأكسيجين بالنسبة لذرات الأكسيجين هنا راح تتغير لأنه هنا الجزء هذا درنا ستة ستة جزيئات ماء أو ستة جزيئات بخار ماء إذن مدام عندي هنا ستة ستة هنا ضربتها في اثنين أي في عدد ذرات الهيدروجين أرجعت لي إثنى عشر الآن ستة كنضربها في واحد لأنه واحد هنا ما ناشح نكتبه يعني مشرط أنه نكتبه كيكون عندنا في الظرة ستة نضربها في واحد ستة إذن عندنا هنا ستة زائد الاثنان ثمانية والواحد تسعة إذن توليلي تسعة ذرات أكسيجين هنا تسعة وهنا اثنان الآن وشو العدد الأصغر هو اثنان اثنان فوج نضربها بش سعطيني تسعة لاحظوا هنا ما عنديش عدد محدد كي ما يكونش عندي عدد سوكيومتري محدد نضرب فيه رح نضرب في كسر وشي هو الكسر اللي نضرب فيه الكسر اللي نضرب فيه رح يكون عبارة عن القاعدة سهلة رح يكون عبارة عن العدد الأكبر اللي هو ها هو كي عدد الذرات الأكبر أو عدد الذرات اللي يكون جزء تاحة فيه أكبر عدد ذرات إذن عندي هنا العدد الأكبر اللي هو تسعة على العدد الأصغر العدد الأصغر اللي هو 2 هذا ما كان إذن هذا هو الكسر اللي رح نضرب فيه 9 على 2 2 رح نضربها فيه 9 على 2 يعني فيه العدد الأكبر على العدد الأصغر الآن عندي هنا العدد السوكيومتري هو عبارة عن كسر ما تصلح ليش العدد السوكيومتري بتاعي يكون عبارة عن كسر إذن مش رح نروح ندير رح نضرب المعادلة التاعي كامل في 2 المعادلة التاعي كامل نضربها في اثنين الآن هذا نضربه معادي أما بالنسبة لهنا الكسر نتاعنا هنا كي نضربه في اثنين هنا مش رح يولي الكسر نختاز لهنا اثنين توليلي تسعة إذن كيف توليلي المعادلة التاعي مباشرة توليلي هنا ستة ستة أربعة زائد تسعة أو اثنين تسعة أو اثنين هنا لأنه ثنين في تسعة لأثنين حتى تسعة يعني نختازه نحيو ثنين واثنين ترجعنا تسعة ستعطي لنا جزيئين من ثنائي أكسيد الكربون زائد اثنى عشر جزيء من بخار الماء أو من الماء زائد جزيئين وحادي أكسيد الكربون ولدينا اثنان سي أو فحم الآن بالنسبة للحالة الفيزيائية عندنا هنا نفس شي حيبقى ونفسه من الحالة الفيزيائية مش حتتغير إذن هنا عندنا كامل غاز إلى الأخيرة أي سي اللي هي رح تكون سوليد أي صلبة الآن نحن ندرون نفس شي مع معادلة الاحتراق أتم إذن أولا حالة الفيزيائية هنا هي عبارة عن غاز إذن نحطو قدمهم هنا كامل جاية الآن بالنسبة لنوع الزرات تعرفنا مقبل قلنا بلي دايما رح يكون نوع محفوظ الآن نحن نروح للعدد أولا عدد الزرات في الجزء الأول أو في جزء المتفاعلات عدنا أولا السي اللي هو الكربون لدينا ذرة الهايدروجين لدينا أربع ذرات والأكسيجين لدينا ذرتين بالنسبة للجزء اللي بعده أو الجزء الثاني اللي هو جزء النواتج عدنا ذرة ذرة كربون وذرتين هيدروجين وثلاثة ذرات أكسيجين إذن أولا عدنا عدد ذرات الكربون في الجهتين نلاحظوا متوازنين عدنا ذرة كربون ذرة كربون الآن نحن نروح للهايدروجين هنا عدنا اثنان وهنا عدنا أربعة الآن العدد الصغير هنا هو اثنان إذن اثنان فواش نضربها باش تعطيني أربعة رح نضربها في اثنان إذن العدد الصوكيومتري هنا هو اثنان نروحوا هنا عدنا اثنان اش اثنين او إذن الآن وزننا عدد ذرات الهايدروجين نروحوا الآن الأكسيجين هنا عدنا ثنين وهنا عندنا هنا كانت ثلاثة من قبل ولكن كي ضاعفنا العدد الصوكيومتري يعني كان واحد رجعناه اثنان هنا معناها رح تولي لنا أربعة إذن نلاحظوا هنا العدد الأصغر هنا هو اثنان اثنان فوشنطربعة بشتعة نروحة نضربها في اثنان إذن العدد الصوكيومتري هنا هو اثنان نلاحظوا وازننا وازننا هنا عدد ذرات الأكسيجين وأيضا أكملنا موازنة المعادرة إذن ها هي لدينا سي أش أربعة زائد اثنان أو ثنين يعطي لنا سي أو اثنان زائد جزئين بخار الماء أو ماء رابعا العامل المؤثر على احتراق سي أش أربعة في هذه الحالة هو تركيب المزيج الإبتداء يعني تفاعل غاز الميثان مع الأكسيجين نلاحظ في الحالة الأولى اللي كانت عبارة عن احتراق غير تام هنا في الحالة الأولى أو في الاحتراق الغير تام كانت كمية غير كافية من الأكسيجين أو كمية قليلة وفي الحالة الثانية اللي صار فيها احتراق تام نراحظ أنه كمية الأكسيجين كانت وفيرة أو كافية الوضعية الإدماجية أجرى جواد تجربة التحليل الكهربائي للماء فاستعمل من أجل ذلك الوسائل التالية مولد كهربائي أسلاك توصيل أنبوب اختبار وماء مقطر واحد رسم تركيب التحليل الكهربائي للماء رح نرسم تركيب التحليل الكهربائي للماء نلاحظ لدينا وعاء فولتا أنبوب اختبار اختبار ماء مقطر وصود أسلاك ومولد وقاطعة ثانيا بعد إنجاز التركيب بشكل صحيح لم يلاحظ جواد أي شيء يعني بعد ما إنجز التركيب هذا بشكل صحيح هذا التركيب لم يلاحظ جواد أي شيء يعني مصر والو في رأيك لماذا أو ماذا ينقص التجربة ما أشي الحاجة لتنقص باش تحدث التجربة التعنى بشكل صحيح هنا ينقص في التجربة الملح من أجل أن يصبح المحلول ناقلا للطيار الكهربائي ولهذا أضفنا السودا بين قسين هيدروكسيد السوديوم كيف يسمى هذا العنصر في التحول الكيميائي يعني وش نسميه هذا العنصر هذا أي السودا هنا في التحول الكيميائي السودا هنا هو وسيط في التفاعل لأنه الدور المتاعه هو تسريع التفاعل هو وسيط يعني يساعد على التفاعل أو حدوث هذا التحول الكيميائي بسرعة ثالثا بعد أن حل المشكلة يعني بعد أن أضاف السودا لاحظ انطلاق فقعات غازية في كلا الأنبوبين إذن ما هم الغازين المنطلقين الغازين المنطلقين هنا هما الأنبوب بنسبة الأنبوب الموصل بالجهة الموجبة ينطلق على مستواه غاز الأكسجين والأمبوب الموصل بالجهة السالبة يعني هذا الأمبوب يمطلق على مستواه غاز الهايدروجين الآن نكشف عن الغازين يعني كيف نقدر نكشف عليهم أولا بنسبة الغاز الأكسجين نأخذ الأمبوب الموصل بالجهة المجابة أو الأمبوب الأول وسوف نأخذ عود ثقاب مشتعل ونقربه من هذا الأمبوب ماذا نلاحظ؟ نلاحظ زيادة في اللهب إذن هذا الغاز هو غاز أكسجين الآن بنسبة الغاز الهايدروجين سوف نأخذ الأمبوب الثاني أو الأمبوب الموصل بالجهة السالبة ونستعمل تجربة عود ثقاب مشتعل فنلاحظ حدوث فرقعة رابعا عبر عن تحول كيميائي الحادث مستعينا بالجدول بالتالي ح 1800辣 على هذا التحول الكيميائي مستعينا بالجدول الجدول الثاني هنا لدينا التعبير عن هذا التحول الكيميائي أو التحليل الكهربائي للماء عندنا مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول ومكونات الجملة الكيميائية بعد التحول عيانياً أي بالأنواع الكيميائية لأن الأنواع الكيميائية هي اللي نقدر نشوفها ومجهارياً أي بالأفراد الكيميائية نقدر نشوفها فقط بالمجهار أولاً مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول لدينا الماء وبعد التحول على واش تحصلنا؟ تحصلنا على غاز الهيدروجين زيت غاز الأكسيجين الآن مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول هذا بالنسبة للأفراد الكيميائية عندنا أولا H2O وهو الماء والمكونات بعد التحول لدينا غاز الهيدروجين وهو H2 زايد غاز الأكسجين وهو O2 معادلة التفاعل وموازنتها أمامنا هنا معادلة التحليل الكهربائي للماء H2O أو الماء يعطي لنا غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين لحالة الفيزيائية هنا أولا للماء هي ليكيد أي سائل وغاز الهيدروجين وغاز الأكسجين غاز أي غاز قلنا من قبل بأن نوع الذرات دائما يبقى محفوظ بالنسبة للذرات أو نوع الذرات وهو الهيدروجين والأكسجين في جزء المتفاعلات لدينا الهيدروجين ذرتان والأكسجين ذرة واحدة وفي جزء النواتج ذرتين هيدروجين وذرتين أكسجين إذن بالنسبة لذرة الهيدروجين هنا نوعا وعددا محفوظة بالنسبة الآن الأكسجين الأكسجين لدينا ذرة واحدة وذرتان الآن واحد هنا واحد هي الأصغر إذن نزيده من هذا الجهة واحد فوش نضربها بساعتين اثنان نضربها في اثنان إذن اثنان هنا هو العدد السوكيومتري هنحطه الآن اثنان اثنان هنا كذا ضربناها في الأكسجين يعطينا اثنان ولكن لازم نزيده ونضربها في الهيدروجين لأنه راه جزء واحد إذن نزيده ونضربها في اثنين تاعة الهيدروجين راح تعطينا اربعة الآن ولا لي الهيدروجين في هذا الجهة اربعة ولا لي في هذا الجهة اثنان إذنان وفوش نضربها بساعتيني اربعة هنضربها في اثنان إذن العدد السوكيومتري هنا هو اثنان الآن وزن شكرا للمشاهدة